على مسار مواجهة حرب الشائعات التي تستهذف سيادة العراق تدوي صفرات انذار التحذير ومنها المركز العراقي لمحاربة الشائعات من خطورة استهداف القضاء العراقي والمحاولة بالإطاحة بأهم أعمدة الدولة العراقية بيان صحفي أطلقه المركز كشف عن تحري قسم الرصد والمتابعة عن وجود أكثر من خمسين منظمة ومركزا بحثيا وناشطين عبر منصات التواصل يكتبون تقارير مضللة وتدوينات مفبركة تستهدف مجلس القضاء ورئيسه القاضي فأقزدان لصالح جهات سياسية وفتح الباب أمام استهداف أيضا خارجية للتقليل من شأن واستقلال مهنية السلطة القضائية ومع التأكيد الذي تثبته الإنجازات القضائية العراقية في الاستقلالية كمؤسسة دستورية لا تتأثر بأي شؤون سياسية خارجية أو داخلية إلا أن المركز المتخصص برصد الشائعات يحذر من أن تلك المنظمات تعمل لصالح أجندات وجهات سياسية تضررت مصالحها من قرارات القضاء وهي تعمل بشكل مدروس للتضليل ومحاولة المساس بسمعة القضاء وصناعة التشكيك بالثقة المواطن والمجتمع الدولي عبر صناعة رأي عام وهمي بالتزامن مع حراك جرى مؤخرا مثل تدخل سافرا بحسب سياسيين بالشأن العراقي الداخلي موسيقى